من خلال إيماننا بيسوع المسيح بيعطينا حياة أبدية وضمان أبدي من خلال إيماننا بيسوع المسيح نصبح أولاد وبنات للرب عندنا الحقوق الشرعية أن نصلي وصلواتنا تستجاب وتكون العلاقة شخصية ونفعلا نختبر المصالحة والسلام ونختبر الحرية والشفاء نختبر حضور الله في حياتنا وأنه لنا الثقة بالدخول إلى الأقداس إلى حضرة الله لكن أيضا نصبح خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مطد فإن الخطيئة لن تسودكم لأنكم لستم تحت النموس بل تحت النعمة هذه هي نعمة الله في موضوع الخلاص مكتوب بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها فنصبح خليقة جديدة تحفة المسيح عمله وتحفته أيضا ومن خلال هذا الخلاص والخليقة أو الخلقة الجديدة ساعتها الله بيعطينا الامتياز أن نعمل أعمال الصلاح أعمال الصالحة أعمال البر أعمال الإيمان بقوة يسوع المسيح نصبح خليقة جديدة ترجمة نانسي قنقر